الصهيونية هي راعية الخراب العالمي وما ذلك إلا لقوة وسائلها المستخدمة في ذلك من بين تلك الوسائل الصهيونية الخطيرة إشاعة الفوضى الشاملة في ربوع العالم الإسلامي حيث دعت إلى التفنن في وسائل إفساد الحكومات والمجتمعات وتخريب الدول والنفوس باللجوء إلى الحيل والتعامل بالرذائل واستخدام القوة والبطش مما يقود البشرية إلى فوضى عاتية يتسلل من خلالها اليهود ليحكم العالم ويؤكد ذلك ما جاء في بروتوكولات حكماء الصهيون في البروتوكول الخامس يقول إننا نقرأ في قاموس الأنبياء أن الله اختارنا لحكم العالم وقد وهبنا الله العبقرية لنقوم بهذا العمل كما أن من وسائل الصهيونية كذلك إثارة الفتن والوقيعة بين شعوب العالم ودوله حيث يقف اليهود بقواهم وراء الكثير من الانقلابات في العالم ووراء كل حركة تخريب وتدمير وهم يدبرون الحروب بين الشعوب حيث يرون أن هذه الحروب والاضطرابات المستمرة وأعمال العدواني تشيع الأحقاد والعدوات بما يمكنهم من استغلالها في تجارة السلاح والإقراض الربوي والتسلل لمواقع النفوذ والتأثير كشف الحاخام عمانوئيل أحد مخطط اليهود عن أنهم كانوا سببا في إثارة الحقد الدفيني على الأمريكيين لدى الألمانيا وعلى الألمانيين في أمريكا مما أدى إلى نشوب الحرب العالمية الثانية ويؤكد ذلك ما جاء في البروتوكول الخامس عشر حيث يؤكد وإذا ما تولينا السلطة بما نكون قد أعددناه من انقلاب في جميع الدول في وقت واحد بمجرد أن يعلن رسميا عجز حكومات تلك الدول عن حكم الشعب وقد يمضي على ذلك وقت طويل ربما يبلغ قرنة سنبذل كل جهدنا لمنع المؤامرات ضدنا كذلك من وسائل الصهيونية التي استعملوها لتنفيذ مخططاتهم الإرهاب الفكري وإفساد الرأي العام وذلك عن طريق بلبلة الأفكار والعبث بالقيم والأخلاق بل السعي إلى إفساد العلم والعلماء لإفساد العقول حيث تمكنوا من تجنيد بعض علماء اليهود لوضع شبه نظريات علمية مبتدعة لإفساد المجتمع الإنساني وهدم الأديان والأخلاق ومن أمثلة ذلك كارل ماركوس صاحب النظرية الماركسية المعادية للأديان واليهودي دوركايم صاحب علم الاجتماعي لهدم النظام الأسري واليهودي سارتر صاحب الوجودية للدعوة للانحلال والرذيلة واليهودي فرويد صاحب النظرية الفرويدية في علم النفس لإثارة الجنس والغرائز يشرح البروتوكول الخامس كيفية إفساد الرأي العام وبلبلة الأفكار قائلا ولكي نطمئن إلى الرأي العام فيجب أن نربكه تماما فنسمعه من كل جانب وبشتى الوسائل آراء متناقضة يضل معها غير اليهود الطريق ويقول نحن الذين هيئنا داروين وماركوس ونيتشا ولم يفتنا تقدير الآثار السيئة التي تركتها هذه النظريات في أذهان غير اليهود